أعوذ بالله من الشوطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله القبل في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أشغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب بي ليجزي ليجزي الذين آمنوا وعملوا شالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كذين والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الغنق ويهدي إلى شراف العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل نجلكم على رجل ينبئكم إذا مزغتم كل ممزغ إذا مزغتم كل ممزغ إنكم لفي خلق جديد أختروا على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولو دعاتينا داود منا قبلاً يا جبال أغوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغاً وقدر في السرد واعملوا شالحاً إني بما تعملون بشير ولسليمان الرئيق أغدوها شهر ورواقها شهر وأسلنا له عين الغبر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماذيل وجفان كالجواب وغدور الراسيات اعملوا آن داود شكراً وغليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا جابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يميل وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب وفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيد العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمق وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور واجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أخاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل شبار شكور ولقد شرق عليهم إبليس ذنه فاتبعوه إلا خريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من وسطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل اجعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثخال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ذهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العدي الكبير قل من يرزعكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في هدنان مبين قل لا تسألون لا تسألون عما أجربنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يختط بيننا بالقب وهو الفتاق العليم قل أروني الذين ألققتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كان أخفة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم شارقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستوجمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موظوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استبعثوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استبعثوا أنكم شددناكم عن الهدى بعد إن جاءكم بعد إن جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استبعثوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنجادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب واجعلنا الأغلال في إعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نكن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويغدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تغربكم عندنا زرفا إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ابعث بما عملوا بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب مقبرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين ويوم يخشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون قال يوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرار ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يشدكم يريد أن يشدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترون وقال الذين كفروا للخوض لما جاءهم إن هذا إلا سخر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعذكم بواقدة أن تقوموا لله مثنا وفراجا ثم تتفكروا ما مشاهدكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يغذف بالقوق علام الغيوب قل جاء القوق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوقي إلي ربي إنه سميع وريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فغت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويغذفون بالغيب من مكان بعيد وكيل بينهم وبينما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم